افعال الرجاء وسميت بهذا الاسم لأنها تفيد تمني وقوع الخبر وهي أفعال ناقصة تحتاج إلى الخبر ليتم معنى الجملة وهي تعمل عملكان وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر عسى ويستخدم للرجاء في حصول الفعل مثل عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب يجوز أن يقترن خبر عسى بأن مثل عسى العمل يكتمل عسى العمل أن يكتمل أما حرى اخلولق فهي شبيهة بعسى مثل أن نقول حرى زيد أن يتفوق أي صار جديرا بالتفوق اخلولق المهمل أن يجتهد ويجب اقتران خبر عسى واخلولق بأن كذلك يجب أن لا ننسى يا أعزائي أن أفعال الرجاء جامدة فلا تأتي إلا في الزمن الماضي ويكون اسم أفعال الرجاء مرفوعا دائما أما الخبر فيكون جملة فعلية مثال حرى خالد أن يصل حرى فعل ماض ناقص مبني على الفتح خالد اسم حرى مرفوع بالضمة أن حرف نصب مبني على السكون يصل فعل مضارع منصوب بالفتحة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو الأصل في خبر أفعال الرجاء أن يكون متأخرا عن اسمها ويجوز توسطه بينها وبين اسمها بشرط حذف أن مثل عسى الأمل أن يتحقق عسى يتحقق الأمل يأتي الفعل عسى اخلولق أحيانا تاما وذلك إذا تقدم الخبر على الاسم مثل عسى أن يشفى المريض عسى فعل ماض مبني على الفتحة أن حرف نصب يشفى فعل مضارع منصوب بالفتحة المريض فاعل مرفوع بالضمة والمصدر المؤول من أن والفعل أن يشفى في محل رفع فاعل للفعل الماضي التام عسى وإلى هنا ينتهي حديثنا عن أفعال الرجاء وقد عرفنا معا كيف نميز أفعال الرجاء وكيفية تطبيق أحكام أفعال الرجاء وكيفية إعراب أفعال الرجاء إعرابا صحيحا إلى اللقاء يا أعزائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر